اشتركوا في القناة وقم تحت رعاية كريمة من جلالة الملك المفدى بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا والسناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة الخيرية الملكية وذلك بمشاركة أكثر من 250 شخصية تعمل في المجال الإنساني من مختلف المنظمات والمؤسسات الخيرية والإغاثية من مختلف دول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسمي بسم الأخوان والحضور الجميع متشرف الله يطول عمرك بالسلام عليكم ومقابلتكم في هذا المكان العامر الحقيقة عمرك كجميع أعضاء المؤسسة الخيرية متشرف ومملكة البحرين ككل تتشرف في دعوة هؤلاء الخبرات ووجوه الخير للقيام والتفكير والعمل سوياً تجاه الخير وتفعيل دور الخير والعطاء لكل من هو محتاج من الدول القادرة على المساعدة والله الحمد يا جهات الملك أننا توصلنا في نهاية هذه اللقاءات والمؤتمر إلى حلول وأفكار جديدة في فعالية الأدوار وسرعة الإيصال المساعدات والطرق الجديدة المتبعة لا الحمد طويل عمر هالرجال خير من يمثل بلادهم وأتمنى من سيد أوبراين أنه يلقي بعض من الإجاز البسيط بعد المؤتمر لكم صاحب جلالة وهو رئيس منظمة الأوشا في اليوان ثم ألقى سيد ستيفن أوبراين وكل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ كلمة عرب فيها عن سعادتي باستقبال جلالة الملك المفدى له ولوفد وعبر عن شكره لهذه الفصة ليتقدموا بالشكر لجلالة الملك المفدى على رعاية جلالته الكريمة للمؤتمر السابع للشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل والضيافة الهائلة لكل المشاركين ونقل سيد أوبراين إلى جلالة الملك المفدى تحيات الأمين العام الشخصية من يورك وقال السيد أوبراين إنها المرة الثانية التي يزور فيها البحرين منذ عام 1977 وأشار إلا أنه حضي بشرف لقاء صاحب العظمة الأمير الراحل الشخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله سرع معربا عن اعتزازه بهذه الذكرى كما أكد أنه اكتسب أول خبرة عملية في حياته في البحرين حيث عمل عند السيد فاروق المؤيد وأعرب سيد أوبراين عن شكره لدولة الكويت على استضافة المؤتمر في المرات الخمس السابقة مشيدا لمبادرة البحرين الأخذ على عاتقها هذه المسؤولية والضيافة بجدارة كبيرة وقال سيد ستيفان أوبراين لقد كانت شراكة رائعة مع المؤسسة الخيرية الملكية وذلك بفضل توجيهات وجهود جلالتكم بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا ومع منظمة التعاون الإسلامية الإنسانية وبهذا التعاون تم خلق حدث ناجح يحق للبحرين أن تفخر به وأشهد السيد أوبراين بنسبة الحضور العالية كان من بينها العديد من الشخصيات البارزة في المجال الإنساني كما أشاد بأهمية المواضيع التي تم مناقشتها والتي تعد استكمالا لما تم مناقشته في القمة العالمية للعمل الإنساني التي عقدت في مايو في إسطنبول وأكد السيد أوبراين أن المؤتمر كان فرصة هامة تم من خلالها التركيز على أن لا يكون لمجرد تبادل الآراء والحوار فحسب بل لأن يقوم الذين تعاهدوا بالتزامات بالقيام بما تعاهدوا به لإظهار مثال جيد للعالم في مجال الشؤون الإنسانية وللأشخاص الأكثر احتياجة في الختام أكد السيد أوبراين أنه بالرغم من التحديات التي قد تواجه المنطقة في الوقت الحالي إلا أن البحرين تمتلك الكثير من الفرص التي تؤسس فرصة لتكوين شراكة بفضل الرعاية الكريمة لجلالة الملك المفدى وسيكون هناك شبكة للتواصل مع العديد من الأطراف المعنية في هذا المجال مبديا حرصه على أن يتم التعريف بالفرص المواتية لتعزيز الدعم الإنساني للجميع ويوجد التعزيز الدعم الإنسانية لتعزيز الدعم الإنسانية لتعزيز الدعم الإنسانية اشتركوا في القناة 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 كثيرا اشتركوا في القناة 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 على المنجزات فالمنجزات منجزات أهل البحرين يعني في كل مجال ما هي ببسيطة المنجزات الدل على أعلى مستوى ممكن أن يكون في أي دولة متحضرة والأساس والسبب هو التعليم فلذلك لما أخ مصطفى أتكلم عن التعليم وقناء أولوية بالنسبة للمخيمات فهو لأنه الأساس في الواقع في كل شيء فالبحرين اليوم يعني نحن نفخر بأن 63% من النساء في البحرين خرجات جامعة 63% والباقي ترى دارسين يعني ما بينهم مبدارسين ويمكن بعضهم بعد شهاداتهم اللي من الحياة أعلى من الجامعة وتشكل النساء يمكن 53% من موظفين الدولة الحكومة 53% وهذا شيء جيد الحقيقة ما أعتقد فيه دولة في العالم وصلت هذه النسبة ما أظن وفيه القطاع الخاص العمال التجارة تشكل 40% المرة تعمل لابس الأوفرهول تشتغل مع الناس ماشي فهذا مجتمع متطور جدا وأكبر دليل على تطوره أنه أن وضع هدف للمغرضين لأن المغرض ما أعتقد بيستهدف دولة فاشلة وهو يريد يفشل الدول فلما يستهدف الدول الناجحة هذا أكبر دليل أنها هي ناجحة إنجازات أهل البحرين بقوانينهم وبإدارتهم لشؤونهم وباتصالهم ولكن من بعد الله الفضل لكم لكم أنتو كأصدقاء كأخوة كدول بعد تعين لكن الزين في الأمر إن الشي القليل يبين في البحرين فإذا دعمت دعم معين في أي اتجاه سوى تجاري أو اقتصادي من الأشقاء أو غيرها وسلم في الأياد الأمين الموجودة تطور الدعم إلى شي مفيد على الأرض وهذا اللي يحدث في البحرين يعني هذا يعني ما يضيع الشي مع السيل لا يثبت العساس مرة أخرى هو التعديل وأنا أعتقد مرة أخرى عن المرأة المرأة في الانتخابات هي أكبر كتلة انتخابية في كل الانتخابات اللي مر من فيها طبعا ما كثير من النساء انتخبوا لكن اللي انتخبوا أكثر عدد نساء يعني أعتقد 57% 57% من الكتلة الانتخابية نساء والكتلة الانتخابية اللي في البحرين هي أكبر كتلة انتخابية في المنطقة بما في إيران كنسبة فيعني اش تسوي دولة ما تريد النجاح للبحرين إلا أنها تحاول توقف النمو والتطور اللي حادث مثلا البطالة ثلاثة شوي يعني فاصل شوي في المئة يعني هذا هذا الموجود يعني في ثلاثة هذا الموجود من بطالة واللي عاطلين عن العمل بعد فيه لهم رواتب لكن الحمد لله لما صار هذا البرنامج ما زاد العاطلين عن العمل بسبب الرواتب اللي ضد البطالة والنمو الاقتصادي اليوم من جهد الناس وليس يعني يمكن أربعة بين أربعة وخمسة في المئة في أمريكا يحاولون نصف في المئة يزيدون أو واحد في المئة هذا النمو الاقتصادي هذا ليس بشغل حكومة هذا كله مجتمع شراكة مجتمعية كلها اللي تكلمون عنها الشراكة المجتمعية ليست إنسانية فقط ولكنها العمل أساساً الشراكة الشراكة في النمو الشراكة في التطور هذا اللي صاير اليوم عندنا والحمد لله الجميع توفق لأن الجميع مدعوين للمشاركة وليس مجموعة معينة الكل يعني الرجل والمرأة والشاب والشابة والبحرين التعايش اللي فيها والتسامح اللي فيها مشهود له يعني من مئات السنين في الواقع يعني مو بتول يوم مو في وقتنا من قبر لأنها البحرين يعني كانت تسمى ميناء العالم هي كانت تربط ما بين حضارة الرافدين والسند وسمونها دلم والسفن والعالم والحضارات كلها تمر على هالموانا واللي يعدب المقام يجلس ففي الواقع يعني مهاجرين المهاجرين وهذا من أسباب النجاح ولله الحمد هجرة مو من البحرين للخارج الهجرة من الخارج للبحرين يعني هذا اللي يحدث اليوم فيمكن أنتوا لاحظتوا هذا الشيء لو كنكم مسؤولين عن لاجئين والبحرين يحب بلاده والأجنبي اللي يعيش بين البحرين البحرينيين بعد يحبهم ويحب البحرين فاليوم عندنا يعني وفي الخليج يعني اللي يدلك أنه نسبة الخاجر والأجانب في دول الخليج أكثر من الشعب نفسه هذا دليل أنهم حابين المستوى الدولي اللي وصلت لمنطقة الخليج كيف لا تستهدف والناس في مشاكل الله إن شاء الله يصلح الأمور الموضوع على كل حال أنا أعتقد كخلاصة أن العمل الطيب والحسن هو اللي يهزم الشر ويهزم الأعمال السيئة الأخرى وأحسن عمل ممكن يكون هو كل واحد مننا يقوم بواجب اتجاه أخوه والإنسان اللي معاه في الخير ويصبر وإذا توفقنا في هذه أعتقد إحنا موفقين في أشياء مهمة جدا فشكرا مرة أخرى وشكرا 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 شكرا اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسيقى